السلام عليكم لفاميين كنتمنى تكونوا بخير وإلى خير اليوم موضوع جديد كنتمنى يجبكم إن شاء الله فرجة ممتعة كنتقرأ في كتاب كتفرش كفازة كتفرش محاضرة أو مناظرة أو كتفكر في شيء أو ناقش مع شخص حول موضوع معين فأنت تتلقى واحد الكامل هائل من المعلومات التي ليس كلها صحيحة والتي تبدأ لنا صحيحة وإذا كانت تتحللها عقليا ومنطقي تتلقى مبنية أصنع المنطق الذي هو مغلوط يمكن أن يكون واحد جديد للناس يتحاوروا في واحد الموضوع معين وعندهم واحد الرأيين المتناقضين لكن الحجاج جديدهم بجوج قوية لدرجة أن تتقتنع بكل الرأيين المتناقضين يعني بحال إلا قنعوك بالليل سخون باش متكون شطل أو البونجة تمتص المزوين والمصخ على حد سواء وباش يكون عندك واحد الأقل اللي هو ناقد ومبدع فلابد أن تكون على ديرية بهذه المغالطات المنطقية وتكون قادرة على تميز سبعة أمثلتها مغالطة النتيجة الكاذبة وهو التركيب المغلوط بحال إلا قتلك الكاربون غير مدير بالصحة والأكسيجين حتى هو غير مدير بالصحة الكاربون زائد الأكسيجين كي تكتو تنائي أكسيد الكاربون إذن تنائي أكسيد الكاربون حتى هو غير مدير بالصحة وهذه النتيجة منطقية ولكن تبدو صحيحة لكنها خاطئة مثل الثاني مغالطة الرجل نقاش وهي تبتل ولا تصغر الدليل تيلي وتنفخ واحد الجريم فيه باش تكون مهاجمة ديالو أسهل مغالطة المصادرة على المطلوب وهي أنك تجيب لي دليل من واحد الحاجة أصلاً ما متفقينش إليها التعميم المتسرع بحال كينسمعونتو مدريك بحال بحال علىها جربتين كمين وكما قال لك واحد كل تعميم قاطئ بالطرورة بما في ذلك هذا التعميم مغالطة المنحة ديالو الزلق كي يستخدموها بزاف لإشهار ديالشركات إذا خسر لك البرابول سيطلع لك الدم ويقدر يطلع لك الدم وتمشي للحبس ولما بغيت يش تمشي للحبس تصل بينا على الرقم التالي ويجيبو لك منتوج نحط لك باب داركو شايلة بك ديالا تمام هذه عينا من المغالطات المنطقية اللي خاص كل واحد ينمي بها العقل ديالو والنقد ديالو أعطيناك أمثلة بسيطة اللي يفهمها كل شيء ولكني يرع معمول بها فقع المجالات بحال العلوم اقتصاد ماركوتينج الإعلان سياسة الأداة ستفى وعلى فكرة في أي حوار أو مناظرة إلا استخدمت فيها شيء مغالطة وعقدك الطرف المحاور فهو تسمى رحكين وإلا خدمتها ومعقش بك فالطرف المحاور تسمى كامبو وسطل وانتك تسمى مشاعب دبنتها اختار اسويتي تكون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر